اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل في بداية حلقتنا النهاردة نبهت ودعاوت حضراتكم لترقب هذه الفقرة وهذا الحوار تحديدا لانه سيشمل مجموعة من المعلومات والافكار والتحليلات اللي اعتقد اعتقد حضراتكم ربما تسمعوها لاول مرة ربما كمان لانها بتأتي من زاوية مختلفة كتير من المحللين والخبراء لم يعشروها ولم يحتكوا بها علشان كده لقاء يأتي مع سعد سفير رفعة الانصاري قنصر مصر السابق لدى تل ابيب وكثير من العواصم الاوروبية والعالمية هيبقى حوار مختلف وانا اعتقد انه هيحمل الكثير من الرؤى والافكار اللي هتلاقي اهتمام حضراتكم سعد سفير اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة اهلا بيك وشكرا على الاستضافة شكرا جزيلا سعد سفير سعد سفير خلينا نبدأ الحكاية من اولها طبعا الحكاية اولها زمان اوي بس خلينا نتكلم عن القصة القصيرة الحديثة اللي بدايتها 7 اكتوبر او ما سمي بطفان الاقصى طفان الاقصى كان مفاجأة لكل الاطراف حتى للعرب والمناصرين للقضية الفلسطينية لكثير حتى من حركات المقاومة لاسرائيل نفسها وللعالم وكثير من الاسئلة لسه مطروحا حد النهاردة على رقم المرور اكتر من خمسين يوم واكتر على العملية ازاي اسرائيل بجبرتها ومخابرتها وقالتها العسكرية ومسادها ولم تكتشف هذه العملية وازاي حماس بامكرياتها المتوضعة استطاعت ان تحدد كل هذا الالم لاسرائيل هناك عوامل حقيقة مشتركة كتير ما بين حرب 6 اكتوبر 73 وحرب 7 اكتوبر 2023 بفرق خمسين سنة العوامل المشتركة انه كان فيها خداع استراتيجي كان فيها اهام كان فيها تكاسل او بمعنى اصح اللي كانوا بيقولوا عليه في سنة 73 بيقولوا عليه الكونسبت اللي هو المفهوم كانت القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية تحت تأثير المفهوم انه لن يمكن للدول العربية ان يكون لها قائمة وانها ليش ممكن هتاخد اي اجراء عسكري ولم يمكن بالنسبة لحماس نفس الشيء من ضمن الحاجات ايضا زي ما كان فيه في حرب 73 السلاح السري البدائي خرطيم الماء علشان تجيب السد الترابي بتاع خط برليف السلاح السري البدائي كان اللي هو بيقولوا عليه التوافات الطائرة او اللي هو بيقولوا عليه موتو فارا جلايدي اللي هو عبارة عن مطور وعصايا وتوجيه ومروحة من وراء وكرسيين وعليهم اتنين مقاتلين دي الحقيقة كانت من اهم الاسلحة وهي دخلة الحقيقة جماعة في حماس كانوا عندهم تقدم تقني اكثر مما توقعوا اي حد صحيح وهم عملوا حسابهم ان رشقات السواريخ وهي دخلة في البداية بيكون هناك منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي بتبتدي تهتم بها وفي اثناء هذه الرشقات كانت بتدخل الطوافات الطائرة ده الالجوريزم بتاعة الرادارات بتاعة الدفاع الجوي الاسرائيلي ما عرفتش تقراها لانها ما شفتهاش قبل كده هي له طائرة مسايرة ولا طائرة عادية ولا طائرة مقاتلة ولا سواريخ صحيح وفي نفس الوقت مع وجود هذه السواريخ كان كل تركيز الالجوريزم بتاعة المنظومة على السواريخ اسرائيل بتقول انها 3000 صاروخ حماس بتقول انهم اطلقوا 5000 صاروخ اما دخلت دهية في البداية دي كانت اهم حاجة بالنسبة لهم ولكن زي ما كان فيه الهاء بالسواريخ على انه الـ para gliding motors دهية الطوافات دي تدخل كان هناك الهاء فيما يتعلق بالدخول على المستوطنات ولكن الاهداف الحقيقية الرئيسية لعملية طوفان الاقصى لم تعلن عنها حتى الان لكن ابتدينا بقى نبحث فيها وأدخل في مصادر موثوق بها فوجدت أن هناك ثلاث أهداف رئيسية أهداف كلها خاصة بالحصول على معلومات أمنية مخابراتية عسكرية بمعنى دخلوا على معبر إيرتس ده كان الهدف الأول العمليات ابتدت الساعة حوالي ستة صباحا دخلوا على معبر إيرتس ده مجموعة في معبر إيرتس هناك وحدة للشين بيت اللي هو المخابرات الداخلية الإسرائيلية اللي هي بتتولى كل الأراضي المحتلة ومنهم قطع غز الوحدة بتاعت شين بيت ده هي فيها كل الكمبيترات والسيرفرات والديسكات والمعلومات الموثقة والوثائق الإلكترونية اللي موجودة اللي بها أسماء العملاء الفلسطينيين اللي بيعملوا مع السلطات الإسرائيلية وبها كل المعلومات الخاصة بالميليشيات والتنظيمات الفلسطينية اللي موجودة بناء على ده وجرد ما دخلهم ده هدف مهم جدا ده كنز معلومات ده أول هدف أمني أساسا لكن ساعة ما دخلت الوحدة دخلوا دايما في أماكن الثلاث أهداف دول بيبقى فيه مجموعتين المجموعة الأولانية بتدخل للتعامل مع القوات العسكرية اللي موجودة والمجموعة الثانية اللي هي بتتعامل مع الكمبيترات والسيرفرات والأفر واخدوا معهم اتنين من الشيمبيت واخدوا معهم جميع السيرفرات دين من جنود الشيمبيت من ضباط الشيمبيت اللي قاعدين بيشتغلوا هم اللي كانوا نبط شيء ونقلوهم بكل الكنز المعلوماتي فكان هذا هو أول خرق أمني وفشل تقصير أمني كبير لدى إسرائيل خدوا دول كانوا الساعة تسعة ومص صباحا في قطع غزة صحيح الهدف الثاني كان الدخول على قاعدة عسكرية اسمها أوريم بها مقر للوحدة 8000 ومتين محدة 8000 ومتين هي الوحدة الأولى في التجسس السبراني لدى إسرائيل وهي تابعة لرئيس الأركان مباشرة هذه الوحدة أدي لك بس فكرة عنها إن دي الوحدة اللي سجلت دي صور ليها يا فندم آه أوكي آه أيوة مظبوط وحدة تابعة تلافهمتين أو يونيت 8200 وهذه الوحدة هي اللي سجلت مكلمة التليفونية ما بين رئيس المرحوم جمال عبد الناصر والمرحوم الملك حسين قبل سنة 67 وحي اللي سجلت المكلمة الهاتفية ما بين المرحوم الرئيس عرفات والمختط في سفينة أكيلي لاورو آه مظبوط هي اللي عملت ده وهي اللي بتقوم بالتجسس الوحدة بـ 8200 المتقدمة في القطاع الجنوبي عند غزة هذه تتخصص أو مجال عملها هو مصر، الأردن، البحر الأحمر، إيران بكل أنواع التجسس مفهوم لها قدرات عالية جداً هي بسبب هذه الوحدة إسرائيل أصبحت تاني أكبر دولة في العالم في التنصد بعد الولايات المتحدة بسبب هذه الوحدة، بسبب الوحدة 8000 ومتين، بسبب الوحدة 8000 ومتين، إن خضراتها خارقة الحقيقة، عالية جداً دخلوا برضو بالوحدتين، الوحدة الأولى تعاملت مع الزباط الموجودين والعساكر الموجودين في قاعدة قريم، والوحدة التانية دخلت على الوحدة 8000 ومتين والغريب هنا سعاد السفير إنه يعني إذا سواء الوحدة 8000 ومتين أو معبر إيردز وكنز المعروبات الموجودين فيه في الشمبيت هناك مكانين استراتيجين زي دول يبقى تأمينهم ضعيف كده؟ التأمين في حد ذاته في كل الجبهة كان ضعيفاً للغاية ما إحنا قلنا إنهما كانوا مرتاحين، وإنهما ما عندهمش أدنى تقديرات بيسموها في الجيش كده حالة استرخاء استرخاء بالكامل وبعدين كان عندهم أهداف أخرى أو أولويات أخرى بمعنى إنه كان هناك ينتظروا عدد كبير بعد انتهاء العيد الديني لأنه برضو من ضمن الحاجات المشتركة عيد الديني كان يوم كيبور وده كان يوم العرش صح فمجرد بانتهاء يوم العرش كانوا بيتوقعوا مظاهرات عنيفة حتى سود إسرائيل في شيء ما يتعلق به الهيكلة القضائية اللي كانت ضد نتنياو وفي نفس الوقت كان هناك مظاهرات فلسطينية من النطاق أنها تخرج لأنهم اللي عايشين في المستعمرات كانوا زادوا في انتهاكتهم للمواطنين الفلسطينيين فسحبوا بالفعل قوات من قطاع غزة حتى تكون موجودة في الضفة الغربية ويوم عيد والكل شارب والمواضيع ريلاكس يعني يعني عايشين في منتهى السوء فما كانش فيه بمانا صح أي عملية أليرت توقع لا يزال آه صحيح فهم استغرقوا خمس ست ساعات تقريبا آه استفقوا متأخر قوي إذن دخلوا في الوحدة من 8200 خدوا الاتنين واحد ضابط واحد مهندس كومبيوتر ومتخصص فيه التجسس السبراني واخدوا جميع الكمبيوترات والوثائق والسربرات وكل ما يمكن أن تتخيلوا أهم حاجة في دي أن هذه المعلومات كانت تضم المعلومات الخاصة بما لدى الوحدة 8200 من كافة المعلومات عن القدرات النووية الإيرانية هذه الوحدة هي من قامت بتحديد أسماء وهوية ومواقع وأماكن العلماء الإيرانيين اللي تم اغتيال بعضهم إن هذه الوحدة بتجمع هذه المعلومات وبتديها الحتتين للمساد وأمان المساد المخابرات الخارجية وأمان المخابرات الحربية إذن هذا أكتر من كنزة بقى من المعلومات لأنه يهم مين؟ يهم حزب الله وإيران ومصر والأردن والبحر الأحمر مليون في المين خدوا كل الكلام ده وراحوا وابتدوا يفرغوه بالمناسبة الأولانيين اللي هم بتوع الشين بيت وبتوع الوحدة 8000 ومتين وفيما بعد حب أكلمك على الهدف التالي تم التحقيق معهم وهناك فيديوهات مسجلة لاعترافات وتحقيق وشهادات وكل ذلك تم خروجه إلى الخارج لما القصة بقى الأولانية بس عشان أنا نسيت أقولك في الجزء الأولاني لما خدهم الحاجات من الشين بيت اللي هي فيما يتعلق به العملاء بالفعل حماس استطاعت أن تصل إلى أسماء عدد من العملاء الفلسطينيين اللي بيعملوا مع الجهات الإسرائيلية وهذا يفسر لنا من ثلاثة أيام تم اغتيال أو تصفية تلاتة فلسطينيين في الضفة الغربية بمعارفة عناصر من حماس من المقيمين في الضفة وأعلنوا أسماءهم وأعلنوا أن التصفية تمت بسبب التجسس لصالح إسرائيل هذا يعطيك دليل على أن هذا ما أخدوه بدأوا يعملوه معنى لحضرك بتتفضل بيدا أنه الوجع الإسرائيلي الكبير في يوم 7 أكتوبر مش بس الإهانة والهزيمة العسكرية بالإضافة حتى إلى مجموعة الرهن الكبرى لا أكتر ما واجعهم هو الاختراق المعلوماتي المعلوماتي الأمني والمخابراتي ثم العسكري وأجيلك في الحتة ده يحيى السنوار نفسه عندما كان مسجوناً كان مسجوناً بسبب إيه؟ سن 1989 هو تولى أن يقوم بتصفية العناصر الفلسطينية التي تتعاون مع الجاين الصهيوني ومع المخابرات الإسرائيلية وقام بنفسه بتصفية أربعة أفراد قُبِد عليه في العملية الرابعة وعندما قُبِد عليه لأن الإسرائيلي كانوا حيجنين كل واحد من العمل بتوحهم عمالية تسقط واحد وردتان صحيح عندما قُبِد عليه قدموه لمحاكمة عسكرية وليست محاكمة مدنية والمحاكمة العسكرية حكمت عليه بـ 427 سنة أحكام متركمة وهو كان عايش وداخل المحفظ بتاعه أنا وأنا في إسرائيل أنا كان أهم حاجة عندي أن أنا أتعلم العبرية تعلم اللغة العبرية ونحن موجودين في المجتمع الإسرائيلي يفتح الأبواب المغلقة ويفتح الأبواب النصف مفتوحة وعندما انتهيت من الكورسين بتوعي المكثفين في ماهد كان ممنوع على الديبلونسيين الأجانب أنهما يروحوا فيه بدأت أتحدث بطلاقة مش بطلاقة 70% من اللغة العبرية فتحت أمامي حاجات كتير طبعا إسرائيل تعرفنا يحيى السنور باستكمال حركته فضلت به اتحكم عليه بربعمية وشوية سنة سجن وفأتناء قضاء العقوبة جالوا يعني ألم ومرض فضلية ورم في مخه ورم في مخه ويتعملوا عملية في مستشفى إسرائيلي مظبوط وبعد ما أنقذوا حياته حاولوا يجندوه مظبوط وهو قال لهم أنا بأزاهد في الحياة السياسية ومش عاوز أعمل حاجة نايمهم إسرائيل الصندوق الأسود طبعا عشان نكمل القصة والسنور خرج في صفقة جلعات شاليد جلعات شاليد خرج في تبادل الأسرة جلعات شاليد بألف معتقل 1047 معتقل 1047 فكان إحسنور واحد منهم أنا بقولك إسرائيل الصندوق الأسود هذا هو اسم قناتي على اليوتيوب التي عامل فيها مع فتحتها من 6 شهر بس لأن هذا في أن أنا أدي توعية كاملة للشباب المصري والشباب العربي وأنا بتناول فيها الشأن الإسرائيلي بالكامل من الداخل بمؤسساته المخابراتية والعسكرية والأمنية وبعمليات المساد وخلافه نعود السنوار هو في حد تبسك هزغالك أنا مش خايف؟ لا ليه لا لا أنا خرجت وانتهى الموضوع ما بيني وما بينهم أنا ما دخلش إسرائيل تاني يعني ومش تناوي أدخل فالموضوع هم بيضيقوا مني لأن أنا بكشف عنه حقائق زيادة عن لزوم فبيضيقوا علي الخناء في اليوتيوب وبيعملوا ليش ريتش وخلافه لكن أنا ما بيهمنيش الناس بتبتدي تكلم بعضها زي ما بيقولوا أورد في معافي أورد في معافي فأنيوي آدي السنوار كان هو متخصص في ذلك حيث فهو قام بإصدار أوامره بتصفيت التلاتة يبقى آدي واحد التانية فيما يتحلق بقبل بوحدة 8200 كل هذه المعلومات تم وصلت إسرائيل كانت في الساعة 11 صباحا يوم 7 أكتوبر يوم 13 أكتوبر نجحت حماس في إخراج هذه المعلومات للخارج يوم 13 أكتوبر حدث لقاء ما بين ممثلين من حماس حزب الله حرص الثوري الجمهوري في حرص الثوري إيراني في لبنان وبدأ في المقايدة في مدان الحمسة جماعة حماس قالت له أدي الجزء الخاص بحزب الله أدي بقى الجزء الأكبر الخاص بيكم إحنا بنشكركم على اللي أنتو عملتوه من حزب الله ومن إيران بس إحنا لنا مطالب كذا وكذا وكذا فبدأت المفاوضات فيها مفهوم هذه النقطة مهمة الحقيقة وغير معلنة وغير منشورة في أي مكان أنا بقولك سابق صحب ممتاز الهدف الثالث كان إيه الدخول على مقر الجيش الإسرائيلي في القطاع الجنوبي في الجبهة الجنوبية وكانت قاعدة موجودة عندما تم الدخول إليها كان فيها وحدة أمان اللي هي المخابرات الحربية الإسرائيلية أيضا وحدتين وحدة تعاملت مع الجانب العسكري ووحدة تعاملت مع الجانب المخابرات الحربي وآخذوا فردين من أمان كانوا موجودين ولموا كل الحاجات دي ودي كان فيها حاجات مهمة فيما يتعلق به الخطط العسكرية اللي كانت موجودة في حالة ما صدر قرار باجتياح قطاع غزة فكانت موجودة وهم عشان كده الفلسطينيين الحمسويين عارفين هم حيبتدوا منين ولو أنها تغيرت ولكن تغيرت بس لحد جزء عمرك تغيرها 100% إذن هذه هي الأسباب الثلاثة ما كان في المستوطنات والحقيقة الأهداف كلها نجحت بامتياز يوم 7 أكتوب ومن خلال ست ساعات كانت موجودة في غزة هذا بقى ما أثار وجن جنون الجانب الإسرائيل إخفاق أمني إخفاق مخابراتي إخفاق هسكري صحيح إذن إسرائيل لم ترى في حياتها مثل هذا الإخفاق حتى في حرب 73 كان الإخفاق مخابراتي وعسكري وليس أمني معهم لكن ده معهم ده متكامل بالضبط فمن هنا تقدر تفسر الرد الفعل الجنوني الإسرائيلي فيما يتعلق به صحيح شكرا نتنياهو بعد دقائق طلع قال إسرائيل مش ألح أن ننتقل قال إحنا في حالة حرب على طول وأصدر قراره ولجأ إلى المادة 47 وفي جمع الاحتياط وجم جمع الاحتياط 360 ألف مقاتل زائد القوات الإلزامية أو القوات العاملة 190 ألف يعني إجماليهم 550 ألف هذه قوات إجمالي ما لدى حماس من 30 ل 35 إذن لا يوجد مقارنة بين القواتين ولا يوجد مقارنة بين إمكانيات كل واحدة فيهم صحيح إذن النقطة المهمة هنا هو أن الإلهاء سواء كان في السواريخ علشان التوافات تعدي أو عشان كان في المستوطنات علشان الأهداف العسكرية والأمنية والمخابراتية تتحقق صحيح تمت هذه في حد ذاتها انتصار كبير للغاية لم يكن متوقع حتى من جانب حماس لم تكن تتوقع أن يتم هذا بهذه السهولة بأقل قدر من الخسائر بهذه السلاسة وبهذه السرعة طيب حصلت الصفعة الكبرى يوم 7 أكتوبر ردة الفعل الإسرائيلية الحقيقة مش مفهومة طبعا سنوك معتاد لإسرائيل من القمع أو البطش وعمليات الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وكل ده مفهوم لكن في النهاية انت حربك المفروض انها مع حماس لو انت إسرائيل وتانية حربك مع حماس فانت بدل ما تستهدف حماس بعمليات مخابراتية وعمليات فيها تجسس واستخدام الجي بي اس واللوكيشنز والأنفاء ومع ذلك عمدت إلى فكرة التصفية الجماعية أو الإبادة الجماعية والقصف العشوائي للبنية التحتية حتى في غزة متحديا للعالم هنا نتنياهو عايز يعمل ايه يعني ايه الهدف العقلية الإسرائيلية في حد ذاتها بطرى أن الفلسطينيين زي ما قال حيوانات بشرية لا يمكن التعامل معها على قدر المسواب الإنسانية ومن هنا هم بقى بيروا كمان الحياة فبالتالي بعد دي كل الأرواح بيروا هاش قيمة لا قيمة لا ده علشان يعرفوا يتعايشوا مع نفسهم هم نفسهم وانا موجود هناك كانوا بيقولولي هؤلاء ليسوا شوف بقى الكلام ده من 40 سنة هؤلاء ليسوا بشر كمثلنا احنا لابد ان نتعامل معهم بشكل مختلف وده علشان خطر عندما يقوم بالقتل او دبح بدم بارد ما يبقاش عنده لا تأنيب ضمير ولا مسألة قانونية فيما يتعلق به ولا حقوق انسان هذا ليس انسان عشان يكون له حق ولكن اقولك على حاجة تانية مهمة انه هم بيروا ان كافة سكان قطاع غزة الحاضنة الحقيقية لحماس والمتعاونة بقى اكتر من 90-95% وقدي لك مسألة صغيرة كانوا بيتكلموا عليه انت فاكر الراجل الروسي اللي افرجوا عنه من 3 ايام غير الروسي اثنين الروسي اللي افرجوا عنه النهاردة من 3 ايام الراجل ده كان مهندس صوت يشتغل فيه المهرجان بتاع الموسيقى اللي كان شغال ولما خرجوا وابتدى يجري اتقبض عليه من ضمن مجموعة اتقبضت عليه وخدوه كان موجود مع الحراس بتوعه في بناية من البنايات تم قصف البناية وهو نجا وبص حواليه ما كانش يلاقي الحراس عارف يهرب برا البناية وقاعد لمدة 4 ايام هايم في الاماكن بيحاول ان هو يشوف يعرف يطلع ازاي قوات حماس او مقاتلي حماس خدوا صورة وابتدوا وزعوها على الاهالي الاهالي بتدوا يدوروا عليه بعد 4 ايام جابوه ورحوا قبضين عليه ورحوا مسلمينه الحماس فهنا بقى الاسترالين بيقولوا شايف الحاضنة شكلها ايه ده هم متعاونين يبقى كلهم بالنسبة لي جنود ليسوا مدنيين اذا عندما اقتلهم هم جنود وفي نفس الوقت هم ليسوا بشر مفهوم هايوانات بشرية مفهوم فمن هنا يعني بيدخل طريقة التعامل حتى مع الاسرة وده موضوع هنخش على الاسرة بس الحقيقة كمان في ظل العملية العسكرية المجنونة اللي عملها نتنياهو حتى لم لم يراعي فكرة ان عنده 250 رهينة حالك قلت من بعضهم بالنسبة له كنوز جنرالات وضباط وجنود في الامان وفي لم تصل الى جنرالات لكن لهم رتب عسكر طيب بس اماكنهم حساسة طبعا طبعا ففي النهاية هذا القصر العشوائي معناه انه هو بيقول علي وعلى اعدائي يعني مش تفرق معايا حتى الرهينة والاسرة شوف انا عاوز حكاية الاسرة ديت انا عندي هنا الارقام هحاول ان انا اقولها لك طبعا انه هو الغاية دلوقتي فيه 70 اسير اسرائيلي بل اسمت افرج عنهم النهار ده و19 تايلاندي واحد فلبيني واحد روسي اللي قلنا عليه ده قبل الهدنة قبل الهدنة كمان حماس افرجت عن اربعة من الاسرة والقوات الاسرائيلية وجدت اسيرة كانت ماشية على فكرة ما انا مش عارفين هي تظهر برضو زي عاملت الروسي ده كانت طلعت فلاقوها ولقوا اتنين مقتلين اذا المجموع ده يطلع 98 لو حطينا عليه 35 التقريب يعني الاعداد اللي لها مصدقية ما بين 30 الى 35 عسكري وضابط 35 عسكري على 98 دول يعملوا 133 حماس لديها 180 الجهاد الاسلامي لديها 20 الفصائل الاخرى لديها 40 اذا الباقي حماس لا زالت تستطيع ان تعطي لمدة اربع ايام اخرى وعشان كده انا في اعتقادي ان تواجد اللي هو عباس كامل امس هو واسموت وديفيد بارنيا اللي هو مدير الموساد ووليام بيرنز اللي هو مدير CIA مع الجانب القطري منذ امس كانوا قاعدين هما بدأوا يتعاملوا الاجتماع الامني اللي معمول في الدوحة ايه اللي هو امس ده كان بيبحث مش بس دلوقتي ولا لاربع ايام لأهم بدأوا يتكلموا على الاسرة العسكريين ولو عاوز يعني انا النهاردة وانا بتابع مجلس الامن اتفاجئت بانه هناك تغير في بصلة بنك الاهداف الاسرائيلي بمعنى اما جيت بسمع قبل كده نتنياهو بيقول انا عندي هدفين مهمين قلتني القضاء وهزيمة حماس عسكريا وسياسيا وتخليص واسترداد الاسرة واخراجهم برا واسترداد الاسرة ولما جم الاسرة بيكلموا قال لهم انا ماشي مع الهدفين عائلات الاسرة قال لهم انا ماشي مع الهدفين بالتوازي قالوا له لا انت ممكن تاخد شهرين ثلاثة على بالمتخلص على حماس احنا بعد شهرين ثلاثة مش هنلاقي واحد نسترده فما ينفعش وعشان كده اجبروه وهنا على فكرة في حاجة اسمها عقيدة هانيبال عقيدة هانيبال اللي هي عندك فكرة عنها انا عندي يعني فكرة عن المصطلح رايت عقيدة هانيبال هي كان في الاول اذا كان هناك انت جندي اسرائيلي وجانبك زميلك زميلك تختطف لا تقوم بضرب المجموعة التي اختطف حتى لا تقتله من بعد 2006 وستة عندما تم اختطاف للجنود الاثنين في حزب الله صدرت اصدرت المؤسسة العسكرية اوامر بان هناك فيه حاجة ما يسمى بعقيدة هانيبال العسكرية ان الجندي القتيل افضل من الجندي الاسير وبالذات كمان بعدما جلعات شليت تاخده خمس سنين وخلاف فاذا كانت هذه هي العقيدة اذا هو في نفس الوقت يعني ناتني خلاص انا خسرته خسرته انا خسرته خسرته لا ده يبقى ميت عندي بالنسبة لي احسن ما يبقى سيره ويفجع دماغي صحيح فهم قالوا له وعدم تطبيق قاعدة هانيبال او معتقد هانيبال العسكري على الاسر المدنيين ولم يتركوا الاجتماع الا ما خدوا منه تعهد بذلك فعلا الكلام ده الكلام ده كان قبل اول هدنة اول يوم من اول هدنة في قبلها بليلتين عائلات المختطفين عائلات المختطفين والاسرة والذوي الاسرة كان قاعدوا معنا تطبيق قالوا له ما فيش هانيبال مع اولاد ده مع المدنيين انسى انت موضوع العسكريين نتكلم فيه بعدين مفهوم انما الموضوع ده بدأ يفتح شهية باقي عائلات الاسرة اللي موجودين لازاله المدنيين وايضا بدأ شهية العائلات الاسرة والجنود الاسرائيليين اللي موجودين لدى حماس اذا الموضوع هنا ما تيجي تشوفه ما بقول تغيرت البصلة لانه السفير الاسرائيلي النهاردة في مجلس الامن قال انا بعبر عن موقف حكومتي اللي بتقول ان الحرب ممكن ان تقف بمجرد ان يقوم تقوم حماس بتسليم كل الاسرة المدنيين والعسكريين وان تخرج تخرج في الخارج وتسلم من قاموا بعملية 7 اكتوبر واحنا هنسيب بقية حماس هنا ابتدى يبقى بصلة بنك الاهداف الخاصة البصري بدأ يبقى فيها شيفتن تحول وهذا مجرد الليلة قبل ما جي لك الاتون ما شفت نتالياهو نفسه يبدأ لعملية العسكرية دلوقتي قبل بكرة اسرائيل اذعنت للضغط الامريكي في اول بداية اتفاق للهدنة بحيث كتبت فيه شرط من الشروط انها توافق على مد الهدنة حتى قواتها اولا بتخليهم طائرات العسكري وانه الاسرى وهم ماشيين بيلوحوا وبيسلموا وفي بعضهم بياخد صورة تسكرية بص حرك البشاهد اه وبعدهم بياخد صورة تسكرية والسيدة اللي كتبت الرسالة بتاعتها علشان خاطر بتشكرهم على تعاملهم مع بنتها اللي سنها اربع سنين وكتبت الرسالة بالعبري وتم ترجمتها وبالمناسبة هو واحدة من الرهائن اللي تم فراج عنه هم عليهم اولا حظر كامل قانوني اليوم من الجانب الاسرائيلي للحديث لأي وسائل الاسرائيل من بعد ما هم طلعوا الست اللي سنها 80 سنة ديت وكانوا متوقعين انها تتكلم على انها تم وعملتها بشكل سيء وشافت الاهوال وكده وهي قالت دول عملوني بمنتهى اللطف وبيجبولي أكل وبيعملوا مش عارف ايه والأدوية والراحة والعناية الطبية وخلافه فاتقلبت عليهم ده اكبر انتصار مع ناوي الحماس حقيقي يغير السورة الذهنية مش دولة اللي بتقول عليهم على كلبها ومبسطت عايزة حاجة حبيبتي معاكي فلوس تبتروحي معاكي معاكي بوكت ماني تروحي وسلمي على بوفي ومامي معاكي شيكل رديكي حاجة بصراحة يعني كانت مفاجأة كبيرة جدا حتى للوعي العام الغربي هذا بقى في مقابل ايه الاسرى الفلسطينيين عندما يفرج عنهم ماذا يحدث يتحدثون مع كل وسائل الالامة على التعذيب والتنسيل كانوا حتى بعد خروجهم كانوا بيتتبعوهم وبيمنعوهم من الاحتفال وبيتدون بإعادة الاعتقال وخلافهم بصبوط اذا هذه الصورة الدهنية اختلفت تماما عن الصورة اللي في البداية نجحت اسرائيل في أول اسبوع عشر ايام انها تصدرها للعالم ان هؤلاء قتل بشري حيوانات بشرية قاتلين ان دول قتلوا أربعين طفل ونزعوا رؤوسهم ويعتدوا على النساء واختصبوهم وطلعت اتنين من السيدات ايضا قالت لم يحدث ذلك وهي قالت انا الراجل عمني منتهى الاسمونة الاحترام انا وبنتي وقلت له انا خايفة ان انت حتعمل حتا اقتصبني قال لا انا لا يمكن اعمل كده الدين الاسلامي يمنعنا في التعامل وريحي السنوار طلع وقال نحن نقاتل الجيش الاسرائيلي ولكننا نتعامل بانسانية مع الاسرة من النساء والاطفال والمسنين وفي نفس الوقت الست دهيت اللي هي طلعت قالت لعائلتها فواحد من العائلتها اتحدث مع القناة 13 قال لهم ده وهم قاعدين فجأة لقوا من الباب في الانفاء اتفتح ويحي السنوار داخل وهم شفوه ويعني بيشبهوا عليه وقال لهم انا يحي السنوار وابتدى يتكلم معهم بعبرية بطلاقة وقال لهم انا جاي يتطمن عليكم في حد محتاج اي حاجة هل هناك اي شكوى من التعامل مع الحراس وقالوا له لا قال لهم حد محتاج حاجة قالوا لا قال لهم انا بقى طمئنكم ان لن يمس اي منكم اذا وهذا وعد مني بذلك حتى يوم اطلق صرح فما طلعت وقالك فالفرق في الصورة الذهنية اختلف تماما رهيب طيب مين هنا بقى في الحين تاني يعني لو حتستأذن طبعا مين اللي ماسك الاسرة هنا مين وحدة اسمها وحدة الظل اه اسمها نعانا وهي المسؤول عن تسليم الاسرة في الصفقة عن حماية الاسرة واخفاءهم واكلهم وشربهم ودواهم وطببهم وعنايتهم ورعايتهم ونقلهم من مكان الى اخر وهذه الوحدة تكونت سنة 2006 بشكل سري من بعد ما حصل اختطاف الجنديين اللي هما بتوعه حزب الله ثم بعد كده في سموة 2007 ساعة ما حصل اختطاف لجلعات شرليت حتى في 2006 اختطاف جلعات شرليت هي التي قام باخفاء جلعات شرليت لمدة خمس سنوات وفشلت جميع الاجهزة الامنية والمخابراتية والاجهزة الرصد العسكرية انها تصل الى جلعات شرليت لمدة خمس سنوات اسمها وحدة الظل الظل وهذه الوحدة يتم بتتكون من الوية والكتائب والتشكيلات القتالية وبيبدأوا في التعامل معاهم بانهما يدوهم تدريبات اولا قتالية عالية جدا مخابراتية بتقنية عالية ونفسية وثبات فعالي لانهما الوحدة الكل اربعة خمسة مسؤولين عن واحد او اتنين من الاسرة لهوا مطلق الحرية في التحرك وفي الاخفاء وفي الاسموات وفي وفي اتخاذ خرارات وخلاف وهم اللي بيقرر وفضلت هذه الوحدة السرية الى سنة 2016 كان في قناة اسمها الاقصى عملت فجأة كده ريبرتاج عنهم وقالت ان وحدة الظلة ده هي سلاح اسموها فلسطين في اطلاق صراح الاسرة الفلسطينيين نتيجة يعني المقاتلين اللي معنا في الفيديو دول اللي بيسلمهم الاسرة دول مقاتلين واضيف لهم مؤخرا سيدات لان السيدات بيعرفوا يتعاملوا احسن من الرجال في التعامل مع السيدات والمسنين والمسنات والاطفال والرضا مفهوم مفهوم طيب المحور الاخير او الجزء الاخير اللي انا عايز استفيد من حضرك قبل وقتنا ما يخلص وهو متعلق بالداخل الاسرائيلي في رأي حضرتك بعد انتهاء العمليات العسكرية مباشرة ماذا سيحدث في اسرائيل ما هو مستقبل نيتنياهو ايه اللي بيحصل دلوقتي من تموجات وتغيرات وتقلبات وغليان في الشارع الاسرائيلي مستقبل الداخل الاسرائيلي بعد انتهاء الحرب اولا الحرب مش هتنتهي دلوقتي نمرة واحد نمرة اثنين انا طبعا الحرب بنتكلم عليها لما يعد استقنافها بعد انتهاء الهدنة بالضبط ستبدأ الحرب مرة اخرى بعد انتهاء الهدنة ولكن الفورمات الشكل سيكون مختلف الامريكان الحقيقة لم يستطعوا ان يعطوا الضوء الاخضر للتعامل مع جنوب القطاع كما تعاملوا مع شماله وإلا هتبقى كارثة انسانية لا تحتملها لا الولايات المتحدة ولا الرأي العام الدقيلي الامريكي ولا بايدن امام حتى الحزب او الحزب وهو داخل على انتخابات وهو داخل الانتخابات وهو خسر الانتخابات الخاسرين الاجبر هو بايدن واليمين الاسرائيلي وعلى رأسه نتنياهو نتنياهو ماشي ماشي كل الحكاية ماشي 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 مفيش فرصة انه حق اي انتصار معنوي في هذه العملية العسكرية يقعد به في اخر استطلاعات رأيه حصل على 18% وبيني جانس حصل على 70% صحيح فيعني لا مجال لانه بالاضافة لانه بدأت القيادات اولا القيادات العسكرية والمخابراتية والامنية قدموا استقالتهم من البداية الى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء قال لهم لا يمكن ان اقبل هذه الاستقالات في الفترة الحالية ده نمرة واحد تمام وبما فيهم وزير الدفاع قال ايضا انا مش حقبل استقالته وزير الدفاع مقدمش استقالته ولا هو ولا رئيس الاركان انما ما علمته اليوم ان رئيس امان اللي هو المخابرات الحربية تم عزله منذ يوم 3 نوفمبر حتى الان لا يحضر اجتماعات لا يتم هو بس شكله خيال ما قاتل بيتم ابلاغه ببعض الحاجات ولا يتواجد فيه دوائر صنع القرار العسكري ولا يعلم شيء عنه لانه مش قادرين حتى يخلوه اصبح النهاردة هناك توجه داخل اسرائيل توجه قوي انه دايما هم عندهم المقولة اللي بتقول اثناء السباق ما تغيرش الحصان صح فهم عندهم نفس المقولة فيما يتعلق بالحرب لما يكون حصان انما ده حمار فاثناء الحرب ما ينفعش تغير الرئيس الوزراء وذلك ما حدث بالنسبة لجلده مئيل في تلاتة وسبعين لم تتخدم استقالتها الا في مارس تلاتة اربعة وسبعين بعد الحرب بحوالي 6 أشهر فانه مفترض انه من يتناوي لكن مش هيحصل فيه وردي الاجماع عالي وعارم اذا في اللحظة التي ستوقف فيها الحرب لن ينتظره وربما وانا لو الحرب طالت ربما سيتم اقالته وتغييره في اثناء العملات العسكرية وربما حدث ممكن يقدم للمحاكمة سيقدم للمحاكمة مش بسبب دي باسباب اخرى اللي هي قضايا الفساد اللي عنده قضايا الفساد اللي عنده ولكن بصفة هو في الاخر يتحمى المسئولية ولكن لابد ان انت بتشير كل الطقم اللي تحته من وزراء ومن جنرالات ما نسكين هذه القضايا سعد سفير للأسف وقت خلص لكن انا سعيد وممتن جدا لتشريفك وسعيد كمان بكل الطرح والتحليلات المهمة والمختلفة لإسمعناها وان شاء الله عليك توعدنا بإذن لن اللي قلنا دا لن يكون الأخير ان شاء الله واشكرك وانا ساعتها بقول للجمهورك يعني الذي يريد المزيد من هذه المعلومات له قناتي اسرائيل الصندوق الأسود له أن يدخل فيها بمنتهى الأرياحية وارحم بهم شرفت موارت سفير شكرا جزيلا شكرا بعد الفاصل حوار آخر فيها